اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم مع فريقه اللي رح نتكلمه على الفريق انتاعه على مشكلة انتقاله القضية مش قضية وكيل ولا ماناجر ولا شركة قولتها ونعودها قضية بعض الشروط اللي تتوفر في لاعبين اللي مطلوبين بكثرة في الدور الانجليزي اللي تكلمت عليها سابقا وشرط اساسي ايضا موافقة النادي وطلب النادي نبدأه سعبي نادي وبعدها نتكلمه على وش دار اليوم سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة نادي تاعو حسب الصحيفة The Telegraph انها هي لمعرقلة انتقال اللاعب لنوادي اخرى النادي برينتفورد يطالب بمبالغ مالية كبيرة مبالغ مالية كبيرة هي لعرقلة انتقال سعيد بالرحمة لنادي لأي نادي في الدور الانجليزي الممتاز هذه كخلاصة قبل ما نبدأوا نطرقوا الموضوع اذا مشكلة سعيد بالرحمة هي مشكلة نادي وفقط نادي يريد مبالغ مالية كبيرة في تحويل النجم التاعو الوحيد هذا صراحة سعيد بالرحمة هو برينتفورد دون انقاس من قيمة اللاعبين الاخرين ولا المدرب ولا عمل مدرب ولا لكن النجم الاول ونجم الفريق الاول نجم الفريق الاول مش بسهل يروح باطل هما عندهم هكا تصور لازم يجيبوا لازم يجيبوا اعلى قيمة مالية لبيع سعيد بالرحمة باش نادي ينتعش ماليا ويقدروا يجيبوا لاعبين اخرين قبل غلق سوق الانتقالات اللي بقى ايام قليلة جدا ايام قليلة جدا سعيد بالرحمة اليوم كالعادة قلنا والعودو هو ملك الابتيبان وملك الفنيات اليوم ضد نادي فراء قدم مباراة من اروع ما يكون هدف الاول جاء نقوله سهل لوعنما هدف سهل وجه لي وجه فاصفاء سجلوا قبل ما اتكلم عن هدف الثاني سكاي سبور البريطانية سكاي سبور البريطانية تكلمت وعنونت بعنوان واحد كيف انو الانديا البريمير ليغ متابعش لاعب مثل سعيد بالرحمة يعني كيف و يعني انديا مثل انديا البريمير ليغ انها متابعش لاعب كما هذا لان سعيد بالرحمة متابعش صراحة قلتها عديد من المرات متابعش بريمير ليغ مشكلة سعيد بالرحمة ما هيش مشكلة في اللاعب ولا قلتها و نعودها في الوكيل مشكلته في النادي نتاعه و من زكلاس ترجع لها الهدف الثاني اللي سجده سعيد بالرحمة يبقى صناعة سعيد بالرحمة مادئين سعيد بالرحمة البتيبان الفنيات الدقة تسديدها فن هدف فن هذه صناعة سعيد بالرحمة صناعة سعيد بالرحمة سعيد بالرحمة ايضا اللي تكلمت عليه ذلصان و تكلمت عليه و ترقة عليه باسهاب كبير جدا تألق اللاعب هذا و اللاعب هذا اللي عنده كتعده عروض كبيرة من انديا البربيير ليغ و ايضا اللاعب هذا اللي اعطاه موقع هوس كورد العالمي موقع هوس كورد اعطاه اعلى نقطة ولا رجل مقابلة 9.2 9.2 بحكم تمرير هدفين في اروع ما يكون خاصة الهدف الثاني هدف الثاني طوب انا بالنسبة لي لحد الساعة هدف الموسم هدف الموسم بالنسبة لي ساعد بالرحمة ايضا تحصل على جائزة كارباو كاب هذي احسن رجل مقابلة و احسن لعب المقابلة يعني بصراحة رأيي يبقى ساعد بالرحمة من احسن المواهب الجزائرية الان متألقة في اوروبا صحيح الجنسية تلعب دور هذي شي مفروغ منه لكن ايضا النادي متمسك فيه و صعب صعب انه يغادر بسهولة المقابلة هذي راح هتساعد ساعد بالرحمة و راح تزيد من القيمة نتاعه وتزيد تبين الاندية اللي كانت ما تردى نوعا ما انه هذا اللعب لعب كبير لعب فنان لعب وهوب يعني لما تشتري لعب ساعد بالرحمة راك مكش عطا تخسر دراهمك ولا طيش دراهمك يعني بالدرجة نتاعنا راح تشري موهبة و راح تشري لعب فنان لكن الاشكالية قلها و نعودها و نزيد نكررها اشكالية في النادي هل النادي يقتنع بمبلغ معين هل النادي بعد ما شاف الاداء الرائع و الفنيات المستوى العالي انتاع ساعد بالرحمة هل بسهولة يترك اللاعب اسئلة بقالها ايام قليلة جدا و نشوفه الاجابة انا وشا نقولك بخاوتيب رأي رأي خاص بعد مقابلة اليوم صعيب صعيب النادي باش يطلقوا بسهولة باش يطلقوا بسهولة صعيبة ممكن يروح بصح قيمة العرض ولا العرض المالي كم القيمة المالية كم هل يقبل برينتفورد بمبلغ معين ما نشعر فيه بقاوا ايام قليلة جدا و ينكشف كل امور و كل امور تنكشف ربما يبقى منها مع النادي و اذا بقى مع النادي بسبب مبلغ المالي و القيمة المالية اللي عجلت عليها الانديا باش تدفعها في ساعد بالرحمة رغم من نناية رأي الخاص كي اللاعبين ينعبوا في فريمير ريك اقل من ساعد بالرحمة بساوية كبيرة جدا اقل من نوع ولكن تبعو واشتراو ببالغ مالية كبيرة هذي مجرد رأينا الشخصي لكن انا نشوف باللي ساعد بالرحمة خاصة بعد اداء اليوم بعد اداء اليوم نوعا ما الامور راح تصعب من ناحية ماذا تصعب تصعب من ناحية النادي تاعو النادي بريندفورد اللي راح ما يفرطش بالساهل ما يرحش يكون بالساهل انهم يفرطوا في ساعد بالرحمة اذن خمسين بالمئة خمسين بالمئة الايام وبيننا ما بقاش من مقابل كثير الاذا قليل ونشوفو غلق سوق الانتقالات هذي تاع الميركاتو ونشوفو هل ساعد بالرحمة باقي في بريندفورد او هو يغير الاجواء الى احد اندية الدوري الانجليزي مبتسة في الايام القليلة القادمة نتمنى التوفيق لساعد بالرحمة ونتمنى ان شاء الله باش منساش يكون ساعد بالرحمة في قائمة المنتخب الوطني لانه هذا اللعب ما داش ما داش الفرصة تاعه كاملة في المنتخب الوطني عدنا مقابلتين وديتين مع نيجيريا ومع المكسيك ان شاء الله نشوفو ساعد بالرحمة يلعب مدة طويلة جدا باش نقدروا نقيمه مستوى تاعه ضد نيجيريا لفريق منتخب محترب وضد ايضا المكسيك اللي يبقى منتخب عالمي نتمنى نشوفو ساعد بالرحمة في المنتخب الوطني يلعب مدة كبيرة باش نقدروا نقيمه نعرفوه مستوى تاعه وهل صحيح انه يقيم لك مكانة اساسية في المنتخب الوطني ام لا نتمنى كل توفيق لساعد بالرحمة ولمنتخب الوطني ملقاتنا مع مزمنة فيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته